حقيقة ضيفنا اليوم في هذه الحلقة دكتور خالد عبدالله عميدة كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حياك الله دكتور ومنورنا أنت النور الله يسلم أنا نور سهلا دكتور مثل ما نعرف هاي حلقتنا اليوم من بيت للكل وهي البرنامج العربي اللي من خلاله نحاول توحيد الخطاب الإعلامي نشاهد مؤشرات كانت بالبداية مخاوف كبيرة حول هذه الزيارة زيارة بايدن تعتبر هي الزيارة الأولى وهذه المؤتمر أو هذه القمة التي كانت لا يعرف المتلقي العراقي ما هي مخرجاتها كيف كانت القراءات الأولى لحضرتك لهذه الزيارة وهذه القمة بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك سعادة حياةك الله ولا برنامج بيت الكل ولا أهن سواء كان في العراق أو في المملكة الهاشمية الأردنية أو في فلسطين المحتلة أو في جمهورية مصر العربية وشاكل لهذه الصدارة نوهرتنا لكتور بالتأكيد أن نتوقع قمة جدة كانت قمة مهمة جدا لأنها شملت مسارين مسار يتعلق بالأمن وتنسيق دول الخليج والعراق والمملكة الهاشمية الأردنية وأيضا جمهورية مصر فيما يتعلق قضايا مهمة جدا لايسيما الإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية التي أرادت أن يكون لها بصمة في تلك المناطق خلاص يما العراق عندما قاتل نيومة للعالم لذلك كانت تجربة العراق تجربة فريدة حقيقية في إطار القتال عن نيابة عن دول العالم ومن ثم تعلم من تجارب العراق وهذا ما تم الحديث عن كون مخرجات البيان تأتي في إطار التنسيق الأمني والاستخباراتي المسار الثاني هو التنمية التنمية في كل شيء التنمية في المعرفة التنمية في الاقتصاد التنمية في الاستثمار التنمية في إطار الحد من الهدر في الثروات وطريقة استخدام الأمثل لهذه الثروات وإدارتها وبالتأكيد هنا نتحدث عن منهج التعاون والتكامل والعراق أيضا له تجربة عندما أقدر في بغداد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وجمع جميع الدول الجوار المحيط الأقليمي والدولي حتى كان هناك اختلافات في وجهات النظر بعض الدول وكان هناك صراع سعودي إيراني في بعض الملفات لأسيما في إطار الجانب العلاقات والتمثيل الدمنواسي واليوم العراق له دور كبير جدا في تقريب وجهات النظر فأنتوقع قمة جدة هي قمة انفتاح للعراق والدول الثلاثية نسميها لأسيما المملكة الهاشمية الأردنية وجمهورية مصر بما يتعلق بالتكامل والتعاون الذي بدأ بقمم ثلاثية وإصرار حقيقي للرؤساء والملوك في الوصول إلى نقاط مفصلية في إدارتهم لطبيعة الملفات الأسيما والملفات الإقتصادية لذلك جاءت جدة لكي تتحدث أو تتطرق إلى أمور أخرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المنطقة فيما يتعلق بالتعاون والشراكة والتكامل الاقتصادي فيما يتعلق باستخدام الموارد والثروات الطبيعية إنعكاس هذه الموارد على الشعوب تلك البلدان ومن ثم الحديث عن تكامل الاقتصادي مهم جدا لتلك البلدان أيضا من خلال كلمة دولة رئيس الوزراء في التأكيد على كثير من مصالح العراق وأيضا بقطع دابر التدخلات في العراق على كل الأصعيدة هذا مؤشر إيجابي بالنسبة للعراق وعودته كبلد مؤثر بين دول الخليج وأيضا دول المنطقة تحدث عن جانب آخر بتوحد الخطاب العربي شاهدنا كل الزعماء العرب تحدثوا بلغة واحدة بأهداف واحدة بمصالح مشتركة بهم واحد بهم واحد حقيقة وهو الهم العربي هل يمكن استثمار هذا الخطاب العربي الموحد اليوم بإنتاج حراك عربي مؤثر على ممكن حتى يكون حتى على أمريكا يعني أحسنت بالتوصيف أتوقع بأن ما دار من كلمات للرؤساء والملوك والأمرار في داخل قمة جدة أنا أتوقع هي انتقالة حقيقية للجانب الرسمي العربي في توصيف ما يعاني منه العالم العربي بشكل واضح أمام الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر دولة عظمى وعندما يتحدث الرئيس الأمريكي بأن الشرق الأوسط قد أخطأنا بتقليل أهميته لكن اليوم رجعت لكي أتحدث بأن الشرق الأوسط مهم وسوف تكون لدينا شراكات واستراتيجيات حقيقية في التعاطي والتعامل مع تلك البلدان صح البعض يفسر بأن مسألة الأزمة الأوكرانية الروسية ومسألة النفط والغاز والمواد الغذائية والأزمة الصحية والبيئية دفعت بايدن الحديث عن هذا الأمر أو ما يتعلق بالداخل الأمريكي لكن مستوى الخطاب الموحد لزعماء والملوك والرؤساء والأمراء أنا أتوقع كان إعطاء بشرة حقيقية في إطار القابل القادم نصحنا للتعبير في السياسات السياسية الأمنية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية في الحديث بأن اليوم هذه المنطقة هي مو فقط منطقة لولايات المتحدة الأمريكية منصر بعدها أزمة تأتي إليها وتأخذ ما تأخذه من سياسات أو من علاقات اقتصادية دكتور بهذا الخصوص عذراً على المقاطع هل كان بايدن يعتقد بأن الخطاب العربي سيكون بهذا الاتجاه خطاب موحد خطاب يدافع عن حقوق البلدان العربية ودولنا العربية بعيداً عن مصالح أمريكا يعني نحن نتحدث عن الخطاب هذا هو أول مرة رئيس أمريكي يتفاجأ يتفاجأ بالخطاب العربي بكلمات الزعماء العرب الذين تحدثوا بواقعية وأرادوا أن يوصلوا رسالة بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تفهم جيداً وتعيح حقيقة بأن مصالحها في المنطقة هي لا تختلف على مصالح تلك البلدان بل هي توازيها وأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تغير من تكتيكاتها واستراتيجيتها بالتفاهمات التي تعقدها مع تلك البلدان من ناحية ومن ناحية أخرى على الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً أنتعي بأنه عندما تدير ظهرها إلى منطقة الشرق الأوسط فقد تكون هناك أيضاً سياسات قد تتقاطع مع الولايات المتحدة الأمريكية لذلك بايدن تحدث في عامود الصحفي في الواشنطن بوست عن أسباب زيارة المنطقة العربية السعودية إلى حديث عن شراكات أو تفعيل الشراكات الاستراتيجية هذه هي نقطة النقطة الثانية قد يفهم من هذه الكلمات بأنها قد تعود إلى عودة عام 1973 عندما استخدم العرب سلاح النفط في معلكة أكتوبر وهذا الآن أتوقع حرب التي خاضها الجيش المصري البطل وعبر قناة كان تمثل نقطة جوهرية في التعاطي والتعامل العربي أنا أتوقع قمة جدة كان هي مفتاح أساسي للحديث عن نوعية جديدة وعن إرادة جديدة عربية وإصرار سياسي حقيقي في التعاطي والتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أو حتى مع من ينافس الولايات المتحدة الأمريكية لا ننسى الصين ولا ننسى روسيا أنا أتوقع هذه هي المعادلة اليوم نتوقع نجحت فيها قمة جدة على مستوى المنظومة الخليجية وعلى مستوى دول إقليمية فاعلة منها العلاق العراق ومنها مصر على سبيل المثال المثلث السعودي المصري العراقي اكتمل اليوم إقليميا وهذا أنا أتوقع دليل كبير في أن المستقبل المنظور قد يكون في إطار النصابة الأساسي لأن العراق مع مصر مع المملكة العربية السعودية يمثلوا المشهد العربي عندما تم الحديث عن تأسيس الجانة العربية كدول إقليمية فاعلة بهذا الخصوص بعض المراقبين يشخصون بأن حالة توزيارة بايدن للمنطقة بهذا الوقت هو الصراع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالإضافة إلى مؤشرات الانتخابات القادمة بتحسين صورة المشهد الأمريكي لدى العرب صحيح زيارة بايدن فيها مسارين أو عاملين عامل داخل وعامل خارجي لكن العامل الداخلي أيضا لا يقل عن أهمية العامل الخارجي يعني صح الأزمة الروسية والأوكرانية وحلفاء أمريكا في أوروبا تعرضهم لعملية قطع الغاز أو نفط الروسي العقوبات من الطرف الآخر الغربية التي تعقودها الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية على العامل الداخلي يوازي العامل الخارجي الانتخابات تجد النصف على الأبواب في أكتوبر تدني مستوى الحزب الديمقراطي وبايدن خلافات على مستوى الكونغرس وبعض الديمقراطيين صوتوا للجمهوريين سياسة بايدن الخارجي لم تكن واضحة طبيعة التعاطي مع ملف نووي مع مجموعة أربع زالو على بعض الانسحاب أمريكا وتعثر اللقاءات حتى في الدوحة عندما دخلت الدوحة على القط كل هذه المسارات أنا توقع تشكل ضغطا كبير جدا عن رئيس أمريكي بايدن لكن أنا توقع العامل الداخلي عامل أنا توقع سوف يتضرر كثيرا والدليل على ذلك مسألة الحديث عن زيالة إنتاج النفط كانت قطاب المملكة السعودية ولي العهد واضح قال نحن مرتبطين بما تم الاتفاق عليه في أوبك وهذه لا يوجد تغيير ولا يوجد زيادة به وهذا أنا توقع في هذه الرسالة كبيرة قد تكون من قبل المملكة العربية السعودية لكن الذي وجدناه على الصعيد الواقع بأن الأمور قد تغيرت بشكل حقيقي وجذري وهذا ما دفع الجمهوريون والديمقراطيون إلى انتقاد الرئيس أمريكي بايدن في كثير من التفاصيل لا سيما في صياغة استراتيجيته عند استلامه البيت الأبيض أو رئاسة البيت الأبيض ويعني ابتعادة لا نقول أنه أمريكا غادرت منطقة ولكن ابتعادة في الأهمية منطقة الشرق الأوسط طبعا دكتور خالد عبدالله عميد كلية العلوم السياسية نورتنا في برنامج بيت للكل سعداء جدا بيأخذ هذه المعلومات المهمة حول اجتماع جد ومخرجاتها المهمة بالنسبة للوطن العربي نورتنا ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق ولقاءات قادمة شكرا لك سيد أحمد ولجميع المقدمين الآخرين إخواننا العرب من المملكة الهاشمية الأردنية من فلسطين العربية ومن جمهورية مصر العربية ومرة ثانية لكم ولجميع المشاهدين شكرا لك دكتور الله يسمعك مشاهدينا إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجنا العربي بيت للكل وهذه الحلقة الخاصة عن قمة جدة إن شاء الله تكون المخرجات مهمة بالنسبة لوطننا العربي ووطننا العربية تستحق الحياة وأيضا فلسطين الحبيبة إن شاء الله تتحرر وتعود فلسطين كما كانت في السابق